موضوع طيب المسرح، الموسيقى التصويرية في الأعمال المسرحية مشابهة للموسيقى التصويرية في الأعمال السليمية؟ لا مختلفة كيفا؟ مختلفة لأن الموسيقى في الفيلم بتبقى يعني بتتجهز وبتتعمل وبتركب على الفيلم إلى الأبد تبقى مرتبطة بالفيلم، يعني الموسيقى في المسرح لا المسرح بيعتمد على الموسيقى يا إما بلايباك أو بيجيب مجموعة أركسترا تعزف مع المسرحية لايف ديلي يعني يا مسجلة يا حية طبعا مسألة حية أنها تتعزف لايف كانت زمان موجودة دلوقتي طبعا من 20 و 30 سنة اختفى هذا الموضوع تماما لأنه تكلفة كبيرة ومش مضمون الكواليتي بتاعت لأنه أن أنت بتزيعي عندك لازم يبقى فيه ميكرافونات للتسجيل والميكرافونات اللي مش عارف إيه يعني حدوتة تانية خالص فبقت بتعتمد على البلايباك البلايباك لازم يبقى متغير يوميا لأن الممثل في مشهد معين ممكن يعمله في ديه ونص ممكن يعمله في ديهتين وممكن يعمله في نص ديه حسب فهنا الموسيقى بلايباك التوئيد يعني آه يعني هي جهزة جهزة يعني لو الممثل طول شوية الموسيقى تطول عليه مثلا أو الموسيقى أو الموسيقى يعني موسيقى تطول منه أو تأثر يعني فلازم يبقى فيه برضو واحد قاعد ايه بيشتغل يعني مهندس صوت اللي بيزيع الموسيقى بيبقى يعني مجهز نفسه لكل الاحتمالات فهنا طبعا بتختلف نوعية الموسيقى ودايما بيوفضل ان هي تبقى ايه موسيقى المسرح تبقى أطول من اللي مطلوب عشان لو الممثل طول الموسيقى موجودة طبعا قطع الموسيقى كل قطع في حد ذات ودا بيبقى له عيب انه لو الممثل يعني أثر او تايمين بتاع اختلفه ده لازم يحصل فلازم الموسيقى يعمل فيها قطع يعني يفلها فدي حاجة ودي حاجة يعني ده منطق وده منطق زمان قوي كمان كنا بنسمع على قطع موسيقية مؤلفة خصيصا لانها تتقدم مثلا في الحفلات في الإزاعة وكان فيه أسماك كبرى في هذا الموضوع يعني أستاذ محمد عبدالوهاب الملحن الكبير كان بيعمل ده الموسيقار الكبير كان فؤاد الزاهري مثلا كان له هذه المقطوعات الموسيقية علي اسماعيل أين ذهب هذا؟ الموسيقى فيه إشكالية في الإبداع الموسيقي المؤلف ما حدش بي... لا يعني قليل جدا في مصر إنك بتلاقي جهة بتكلف مؤلف عشان يعمل عمل عمل يعزف فالمؤلف بيعمل إيه مثلا بيكتب عمل مثلا الأوركسترا كويس يجي يزيعه لازم عشان يتزيع لازم يبقى فيه أوركسترا يزفوله الأوركسترا ده مسؤول عنه إنه ما عندناش الأوركسترات مش بنقجرها يعني مش بوجودة كده سهلة ده هو الأوركسترا هنا أو ده يعني اتنين أو تلاتة اللي موجودين في القاهرة وليهم جهاز فني الجهاز الفني ما بيحطش في خطته إنه يبقى فيه مؤلفات مصرية جديدة بشكل سيستيماتك هي دي الغلطة إنه ما فيش اهتمام بهذا النوع من الموسيقى لأنه هو نوع طبعا مش كوميرشل مش تجاري مش تجاري ولكنه في نفس الوقت عدم الحفاظ عليه هي يعني إنه هذا هذا النوع هيندسل وده اللي بيحصل الفعل عشان أدي لحضرتك مثل وأنا عيشت فترة من حياتي وأنا بيتعلم في فيينا نمسا في أوبرا في فيينا نفسها كجزء من الدراسة كان فيه معلومات بندرسها إنه كل كرسي هي فيها أظن 1600 كرسي أو 1800 كرسي كبيرة طبعا كل كرسي بيكلف الدولة في السنة كان ساعتها العملة اسمها شيلين 50 ألف شيلين ده مبلغ طبعا كبير جدا يعني إيه الكلام ده يعني الأوبرا حضرتك بتروحي بتحضري العرض اللي فيها وطبعا تتذكرها كلها متباع وتتذكر غالية وكل حاجة ورغم كده الدولة بتدعم كل كرسي فيها بالمبلغ 50 ألف شيلين سنويا لأنها لو ما عملتش كده النوع ده من الموسيقى هنتهي هنتهي لأن حضرتك بتعملي عرض حتى لما تبقى التذكرة 100 دولار و200 دولار و300 دولار ويمكن ودلوقتي طبعا أكتر أكتر بكتير كويس المبلغ دي ما بتجيبش جزء من تمن العرض الموجود أو تمن القائد الأوركسترا الموجود أو عدد الأوركسترا أو تروفات بتاعتها إلى آخر